عملية اللجوء جلسة الاستماع إلى الحجاج هربتم من الوطن بسبب الحرب والاتهاد وجئتم إلى ألمانيا هنا يمكنكم الاستفادة من حق مهم هو حق اللجوء وللحصول على اللجوء يجب طلبه من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المسمى اختصارا بانف لا يمنح اللجوء إلا بشروط معينة ويتحقق المكتب مما إذا كانت هذه الشروط تنطبق عليكم ستستلمون من بانف رسالة فيها تحديد لموعد جلسة الاستماع إلى الحجاج في هذه الجلسة تستمع موظفة أو موظف في بانف إلى قضياتكم بدقة وبعد التحقق منها يتقرر ما إذا سيتم الاعتراف بكم في ألمانيا كلاجئين أم لا هذه الجلسة مهمة جدا لكم ستخبرون فيها عما حدث لكم في بلادكم ولماذا لم تتمكنوا من البقاء هناك وما يهددكم في حال عودتكم الآن ولا تمنحون حق اللجوء إلا إذا قدمتم براهين مقنعة بأنكم هربتم بسبب الحرد أو الاضطهاد ولكن ما هي أسباب الاضطهاد؟ إنه يعني أن الدولة لا تحميكم في بلادكم إذا كانت حياتكم مهددة أو أنكم تعرضتم للتمييز ويتعرض البعض إلى الاضطهاد لأنهم ينتمون إلى مجموعات عرقية أو دينية معينة أو بسبب نشطات سياسية أو لون البشرة أو لجنسهم أو ميولهم الجنسية ويكون الاضطهاد من قبل الحكومات أو غيرها من المؤسسات وحتى من قبل العائلات وقد يمر وقت طويل قبل حلول موعد الجلسة استفيدوا من هذا الوقت للاستعداد من المهم أن تتذكروا كل شيء اكتبوا قصتكم وأخبروها للآخرين بهدف التمر صفوا كل شيء بنظام مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل ويتم الاستماع إلى البالغين كل بمفرده ومن الطبيعي أن هذه القصص طويلة ومعقدة لديكم الحق في قول كل ما هو مهم في رأيكم وبدون أن يوقفكم أحد إذا كنتم لا تعرفون معلومات وتفاصيل معينة بدقة فمن المهم أن تقولوا ذلك ولا تختارعوا أي شيء فذلك ينفضح عادة وقد يتسبب في رفض اللجوء في الجلسة سوف يطرح عليكم العديد من الأسئلة لا تدع ذلك يفقدكم الثقة بالنفس استشيروا قبل الجلسة مركز المشور للاجئين أو محام متخصص خذوا معكم من كل بد ما يبرهن أقوالكم الصور والفيديوهات رسائل البريد الإلكتروني الرسائل العادية الوثائق والشهادات الطبية وغلافات الأدوية المقالات المشاركات في الفيسبوك وغير ذلك وإذا كانت هناك وثائق أخرى غير متوفرة في الجلسة أكدوا بأنكم ستقدمونها لاحقا البنف سيعين لكم مترجما ولا يجوز في الجلسة ترجمة سوى ما تصرحون به إذا كنتم لا تفهمون المترجم أو لا تثقون به قولوا ذلك ولو صعب الأمر عليكم يمكنكم أيضا جلب مترجم من قبلكم وشخص تثقون به أو أن تطلبوا امرأة أو رجلا لإدارة الجلسة أو للترجمة كل شيء يجب أن يطلب كتابة وقبل الجلسة الجلسة سرية جدا وما يقال فيها لا يجوز أن يبوح به أحد وربما من الصعب عليكم أن تتحدثوا عن التجارب السيئة هذا أمر طبيعي لا تتعجلوا خذوا فترات استراحة أثناء الجلسة وإذا لزم الأمر أجلوها إلى يوم آخر كل ما يقال خلال الجلسة يتم تدوينه في محضر لديكم الحق في ترجمة المحتوى مباشرة بعد الجلسة إلى لغتكم والتدقيق فيه يجب عمل ذلك بالتأكيد إذا كانت هناك أخطاء أو سوء فهم يمكنكم تصحيهها لا توقعوا على صحة المحتوى إلا إذا كان كاملا وصحيحا ويجب إرسال المحضر إليكم بعد أسابيع قليلة بواسطة البريد إذا لم يتم ذلك يجب طلب المشورة بعد الجلسة سيمر بعض الوقت قبل استلامكم لرسالة فيها قرار بشأن طلب اللجوء هذه الرسالة مهمة جدا لذلك يجب أن يكون عنوانكم الحالي لدى بمف دائما إذا تم الاعتراف بكم كلاجئين تحصلون على الإقامة المؤقتة وإذا لم يتم ذلك يمكنكم الاستئناف ضد هذا القرار ولكن لديكم وقت قليل جدا من تاريخ تلقي الرسالة لذلك حافظوا على المغلف لأنه يحمل تاريخ الإرسال اتصلوا فورا بمركز المشورة أو بمحام وما ينطبق على عملية طلب اللجوء برمتها لديكم الحق في أن يفحص طلبكم بعناية والاستماع إلى قصتكم بشكل كامل اللجوء معقد وإذا كان لديكم أي سؤال يجب عليكم طلب المساعدة والمشورة هذه هنا عنوين للمساعدة أسنعي من الجفتين ترجمة نانسي قنقر